ماذا عن فريق كرة القدم؟ النهاردة الحقيقة كولر فاجئ الجميع بالعادة اللي هو بيحبها انه بيعمل مباراة ما بين الشباب وما بين الكبار او بتبقى ميكسي يعني جبنا لكم التشكيلتين بتوع الفرقتين كان فريق بيرتدي اللون الاسود وفريق بالاحمر المباراة انتهت بخمس اهداف مقابل هدف لصاحب اللون الاسود طاهر محمد طاهر سجل هدفين بيرسي تو هدف افشا هدف وامام عشور هدف فريق الاحمر سجله رضا سليم مباراة البعض غضب مني لما انا قلت يا جماعة انه الاصابة بتاعة اشرف داري عبارة عن كادمة خفيفة وما فيش ادنى مشكلة يعني النهاردة اشرف داري اشترك في المران واشترك في التأسيمة بشكل طبيعي جدا وقدم مردودا طيبا تشكيل اللون الاسود كان مصطفى مخلوف ياسر ابراهيم وخلد عفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس كريم ندفيد وأكرم توفيق وقفشا وامام عشور بير ستاو وطاهر اللي لعب في مركز رأس الحربة فريق التاني كان حمزة علاء واشرف داري ويوسف ايمن يهي عطية الله ومصطفى ابو الخير وعمر الساعي وعمر السلية وحسين الشحات ومحمود كهربا وردا سليم وسامير محمد يعني لشارك من الشباب كلهم مصطفى ابو الخير ومصطفى مخلوف وسامير محمد والباقي كله الكبار يعني فهي تأسيمة ما بين الفريق بعض البعض اتصور انه النادي الاهلي واخد الامر بجدية شديدة جدا والتركيز على السوبر لانه الفرق التلاتة الاخرى سواء نادي الزمالك او نادي بيراميز او نادي سراميكا كلها عندها لها كل احترامها وكل نادي بيرغب ويأمل ان يفتتح الموسم المحلي ببطولة وبطولة السوبر دائما وابدا هي البطولة المحلية كل التمانيات بالتوفيق ان شاء الله ليه الفريق بالفوز والانتصار والتتويج بأول البطولات كالعادة حوار جانبي بين كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد رمضان المدير الرياضي النادي الاهلي ومدير الكرة بالفريق بيعمل في هدوء وفي صمت تام وبتركيز شديد جدا جدا وبلا صخب وبلا ضجيج وبلا اعلام وبلا مشاكل عمل معنا حاجة الحياة مداخلة وبعدها خلاص تمام التمام بدأ يزبط الامور في مركز اعلامي للنادي الاهلي برئاسة الاستاذ جمال جابري بيساعد بكل الطرق الحياة في هذا الامر ادي اشرف داري قدام حضراتكم في التمرين ودي اللعبة قدامكم وده كان احماء قبل المباراة الودية اللي تلعبت النهاردة متتخضوش من حكاية 5-1 و4-1 والحاجات دي كلها وانه ده بلعب هنا وانه ده بلعب هنا لكنها بتبقى كلها حاجات خاصة بالفريق وبالتكتيك اللي عمله مرش الكرة كل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في بطولة السوبر